بوركة العمليات المركزية أو السوربر بتأكيد حاجة لأول مرة تشتغل حاجة محترمة جدا بالاتفاق مع معالي الوزير أو باكر الجندي قلنا أننا هتقمص المواطن اللي عنده قدر من التعليم اللي غالباً متبقى المتوسطة اللي ممكن يبقى مش بس يعني اللي ممكن يبقى متشكك أو حريص في التعامل مع أي غريب يخبط عليه الباب يعني اتفاقنا أننا همثل المواطن ده وهو يمثل الجهاز المركزي للتعبئة والإحسان النوع ده من المواطنين عنده إدراك عام وفاهم همية التعداد بس كمان هو عنده رسائل من الدولة برضو من أجهزة الأمن من المتخصين الاجتماعيين أنه أنت طول الوقت بتديش الأمان لغريب يخبط عليك الباب تحديداً في المدن مش في الأرياف والأقليم لا حيث الناس تعرف بعضها أنا لو حد خبط علي وقال لي زي السؤال كده واحد خبط على واحد بيديه قاله أنت تجوزت مراتك وهي عندها كم سنة يعني أنا مش عارفة كم في المئة من سكان ممكن يجاوب على السؤال ده لازم يجاوب على السؤال أي حد هيخبط علي باب البيت تمام فأنا لو أي حد سألني هبتدي بأول حاجة ويوريني الكارت أول حاجة هسأله وانا اشضمنني إن الكارت ده صحيح مش مزور مش ده سؤال منطقي يعني ده سؤال مش ضد فكرة التعداد تمام بالعكس هو لتأكيد إنه اللي بيتواصل معايا ده فعلاً من جهاز الأحسن الأول حاجة إن إحنا البداية مش من ساعة ما المندوبين خبطوا على الباب البداية من سنتين فاتت إحنا في كل كتب في الكتب بتاعة المدارس للابتدائي والإعدادي والسنوي لسنتين متتاليتين السنة اللي فاتت والسنة الدراسية دي في درسة عن التعداد وإحنا منصقين مع وزارة التربية والتعليم نحط الدرس ده في مادة اللغة العربية مادة اللغة الإنجليزية في مادة الرياضة الرياضيات وفي الدراسات الاجتماعية يعني إحنا درسنا الواحد وعشرين مليون تلميذ وطالب في السنة اللي فاتت والسنة دي هو التعداد وأهميته الغرض مش هما الغرض إنه هما يروح يقولوا في البيت الاثناشر تلاتاشر مليون أسرة هما جايين منها الواحد وعشرين مليون دول عشان الأسر ولادها يراح إحنا ده الغرض من التدريس والمدرسين تم تدريبهم على ذلك بنماذج الجهازة عادها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم السوشيال ميديا السوشيال ميديا عليها كل الإعلانات الإعلانات على الطرق في كل المحافظات أنا أصدق لي البداية ليست دي خطوة مهمة خطوة التعريف البداية ليست المرحلة اللي إحنا بنخبط فيها على الباب وبعدين كنا في مرحلة المباني بنطلع بين 2 و60 مرة في اليوم بإعلانات سواء عشر ثواني أو 30 ثانية في كل المحطة في أكتر من 22 قناة وفي كل الراديو زعت القرآن الكريم الشباب والرياضة الـ FM كل ده فالبداية ليست من مداية التخبيط على الباب